تظاهر نحو ألفين إسرائيلي أمام سجن عوفر قرب رامالة في الضفة الغربية احتجاجا على عزم السلطات الإسرائيلية إطلاق صراح 26 أسيرا فلسطينيا الإسرائيليون رفعوا لافتات كتب عليها الموت للإرهابيين رئيس أحدى الجمعيات المشاركة في المظاهرة يقول الرسالة ليست فقط لحكومتنا لكنها أيضا للاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة هم يطالبوننا بما لا يفعلون هم لا يطلقون صراحة الإرهابيين أما متظاهرة أخرى فتقول لقد ارتكبوا جرائم قتل مروعة باستخدام السككيين والفؤوس حكومتنا خذلتنا وهذه بمثابة خيانة المتظاهرون الذين رفعوا صورا لضحايا قتلوا جراء هجمات نفذها فلسطينيون نددوا بسياسة حكومة ناتنياهو التي كانت قد وافقت على قرار يقضي بإطلاق صراح أكثر من مائة أسر فلسطينية